حمى غرب النيل هو مرض فيروسي ينتقل إلى البشر عبر لدغات البعوض المصاب 80% من الحالات لا تظهر عليها أعراض هذا الفيروس 20% من الحالات تظهر عليها أعراض خفيفة إلى متوسطة وأقل من 1% من الحالات قد تظهر لديها أعراض شديدة كالحمى الصداع، الطفح الجلدي وآلام في المفاصل حمى غرب النيل هو مرض فيروسي أنتقل من الحشرات إلى الإنسان نتيجة الأسعة البعوضة وفي الغالب ولحسن الحظ أن 80% من الأشخاص الذين تعرضوا لسعة هذا النوع من البعوض فقط من تظهر عليهم الأعراض ومدة حضانة هذا الفيروس هي حوالي من يومين إلى 15 يوم وفي المعدل من 3 إلى 6 أيام بالنسبة لأعراض الإصابة بحمى غرب النيل هي في الغالب تظهر على شكل حمى وصداع قوي كذلك ألام في المفاصل وإسهال في بعض الأحيان وتقيوء بالإضافة إلى طفح جلدي مع الإشارة إلى أنه لا يوجد لقاح خاص بهذا الفيروس ولتفادي المرض ينصح الأطباء بالتخلص من أحواض المياه الركدة التي يجتمع فيها البعوض استخدام النموسيات والمواد الطاردة للبعوض خاصة في المنازل مع ارتداء الملابس الطويلة بالنسبة للوقاية من حمى غرب النيل وهي مرتبطة بالقضاء على أماكن تكاثر الحشرات أي البعوض وخاصة نحن الآن في بداية فصل الخريف مع الأمطار الخريفية أين تتجمع المياه بشكل كبير جدا في القرب من الحدائق أو في الأماكن العمومية أو في أماكن رمية النفايات وبالتالي يجب القضاء على أماكن تكاثر أو تجمع المياه وهي أماكن تكاثر هالنوع من الحشرات بالإضافة إلى ضرورة بإرتداء الملابس الفضفظة في الأماكن التي تطور فيها النموس بشكل كبير جدا أي الملابس الطويلة مع تسجيل عدة حالات مؤكدة اتخاذ كافة التضابير والإحتياطات الوقائية اللازمة والأخذ بالحملات التحصيسية التي تقوم بها مختلف المصالح الرامية للحد من تفشي هذا الفيروس ترجمة نانسي قنقر